موسيقى راغب علينا مبروك الباسبور الديبلوماسي واليوم لقى بجديد من بعد ما كانت سفير لبرنامج إن كان لمكافحة الأضرار البيئية أو دعما للفقراء على مرة سفير أو بالأحرى ديبلوميس هيدا للأمم المتحدة لموضوع مكافحة الجوع يعني برامج الإنسانية كاملتان وهلا تحديدا الحملة اللي عمل أمها مع سيد بنكيمون عمين عام الأمم المتحدة حملة تفكر وكول ووفر اللي هي تستهدف مكافحة الجوع كل 13 ثانية عم يموت طفل بالعالم وهلأ أنا سفير لها الحملة بكل غرب آسيا مع الأمم المتحدة وأكيد أكيد بإذن الله رح تعطي نتائجة خصوصا بدنا ندخل على الطلاب على الجامعات أنت عم تغير الإنسانية كاملة عم تشتغل على تغيير البشر هيدا يلي بلش يتعلم من هو صغير إنه يساعد بك لما يكبر مش رح يقتل مش رح نروح يأزي تعلم صارت داخله هذا اللي بدنا نشتغل إليه نحن معقول مليارات الدولارات تصرف على الأسلحة ولقتل الإنسان وبالمقابل في أطفال أبرياء عم بيموتوا أدي في ظلم على الأرض أدي نحن البشر ظلمين في ناس شغلتها تأزي ومقابلة في ناس شغلتها تساعد نحن من الأشخاص اللي قادرين نساعد أنا بعرف أنه السلاح أقوى من الإنسان يعني السلاح ممكن يقتل الإنسان بنفس الوقت فيه الإنسان يتعلم أنه ما يحمل السلاح يتعلم أنه يزرع ويعطي ويقدم ويساعد على أرض الواقع ستزور مناطق محرومة دول فقيرة سيكون هذا الباسبور مثل ما استعملته أنجلينا جولي لأنه يمكن هي مثال نظراً للأمور الكثيرة التي قامت فيها هل عندك مثل هذه المخططات مرسومة على أرض الواقع؟ اليوم كل شيء سيكون بتعاون مع الأمم المتحدة سيعرضوا علي المشاريع بس أنا أقول لك من هنا ما عندي مشكلة أبداً أن يزور حتى المناطق السيخنة أمنياً مع الأمم المتحدة لحتى نزرع هذه الثقافة ثقافة مكافحة الجوع يومياً كيف عم تطلق الأخبار السياسية اللي عم بتصير بلبنان إن كان بالشمال إن كان كل هالتوتر ما يتعرض لأله الجيش بدي أقول أنه بلبنان القوات السياسية متناحرة وكلها عندها أجندة أنا لما بحكي ما بحكي سياسي بحكي مواطن كل المواطنين الليبنانية مخدوعين كلهم دون السسناء مخدوعين من زعاماتهم لو اشتغلنا للإنسان نحمي رجالة وأبطالة والله يرحم شهدائها هذه المؤسسة تكاد تكون الوحيدة التي تدافع عنا كمواطنين ولازم نحميها برموش عيوننا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة